نظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء اليوم جلسة نقاشية بعنوان كيف نواجه أثار التضخم العالمي على مصر وتناقش الجلسة العديدة من الأسئلة والقضايا التي تشغل المواطنين مثل ارتفاع التضخم محليا وعالميا وأزمة ارتفاع الديون العالمية ونعكاساتها على الداخل وأزمة الطاقة وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية مصر هتعدي من هذه الأزمة الاقتصادية كلام منتهي ومفروغ من نحن هنعدي والعالم كله بيمر بذات المحنة الاقتصادية والأزمات الاقتصادية بدرجات متفوتة حسب قوة الهيكل الاقتصادي وحسب سياسة قوة شبكة الحماية الاجتماعية الموجودة عندنا خلل في هذا الهيكل الاقتصادي أبانت عنه هذه الأزمة عندنا خلل في شبكة الحماية الاجتماعية بشكل أو بآخر عندنا خلل في خارطة المتعلقة بالأمن الغذائي بان عندك عجز في كثير من السلع عندك مشكلة في عمليات التصدير وفي قدرتك على التصدير وموجة هذه الأزمات هذه مسألة طبيعية أيضا لأن الخارجين من أزمات متتالية من بعد 2010 2011 2013 ثم الأزمة كوفيد 19 ثم هذه الأزمة فطبيعي أنك أنت تعاني من هذه المشأة هتقدر تتغلب عليها تقدر تتغلب عليها